السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درس جديد إذا كنتوا المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لكن ينسى يشترك بالقناة قبل ما تتابع الفيديو تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك ونفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن جمل للمحادثة وبنصف الوقت تدرب على استخدام فيرسو بي أفعال كون في اللغة الإنجليزية من خلال جمل المحادثة نحاول نحفظ هذه الجمل وأكررها بحيث أستطيع أن أتكلم اللغة الإنجليزية وأمرر اللساني على الحديث باللغة الإنجليزية وأيضا أحاول أسجل فيديو النفسي وأنا أتكلم وأشاهد الفيديو وأرى ما هي الأخطاء يكون لدينا هدفين أن أحفظت تراكيب وكلمات جديدة وبنفس الوقت دربت اللساني وأذني على السماء تابع معها نحاول الفيديو هناك الكثير من المعلمات المفيدة والتي تطور من مخزون اللغوي وقواعدنا الإنجليزية كما نعلم أفعال كون هي am is are طبعا am بمعنى يكون is أيضا يكون are يكون لكن باللغة الإنجليزية مع الضمير i يستخدمون am he she it يستخدمون is يعني he is she is it is we you they يستخدمون معها are يعني we are you are they are سميناها فعال كون للفعل يكون أنا أكون أنتكون وهكذا أيضا ننتبه i am أنا أكون he is هو يكون she is هي تكون it is هو وهي تكون غير عاقل we are نحن نكون you are أنتكون أنتكونين وهكذا they are هم يكونوا إذن جميعها بمعنى يكون لكن الفرق عدهم لغتهم وحرين بيها مع i يستخدمون am he she it is we you they are where are you from من أين أنت where are you from لاحظ مع you استخدمنا فعال كون are أحفظ السؤال هذا where are you from من أين أنت يعني من أين تكون أنت ممكن نفس السؤال from where are you إذن ممكن أضع from في بداية الجملة تصبح from where are you أو where are you from من أين أنت الإجابة بدل عن you أضع i لأنه يسألني من أين أنت i i تأخذ كما قلنا am i am from usa أنا أكون من على حسب البلد نريد أن نقول من أين هو بدل عن r نستخدم is نضع بدل عن you he تصبح where is he from إذا هي where is she from وهكذا أريد أن نقول هل أنت من المكان الفلاني are you from هل أنت تكون من usa يعني هل أنت من أمريكا are you from usa no أريد أن أجيب yes بدل عن you أضع i الفلاني السعيد الذي يسأل به أجيب به سألني فعل كون يجب أن أجيب فعل كون لكن مع i استخدم am yes i am are you from usa are you from russia are you from italy are you from japan are you from china على حسب الدولة yes i am أريد أن أقول no no i am not كلا لا أكون yes i am نعم أكون no i am not كلا لا أكون أو أختصرها i am not لكن لا أستطيع أن أقول i am in إذن هذا خطأ إذن not تكتب شكل كامل مع am how old you فعل كون مع you كما قلنا are how old are you كم عمرك i 20 years old إذن i am عمري 20 سنة البعض يجيب i am 20 بدون years old أيضا صحيح فقد يقول i'm 20 البعض يجيب بهذه الطريقة i have 20 years وهذا خطأ وكل شخص يسأل لماذا أستاذ خطأ لديه 20 سنة إذن خطأ تماما لماذا لأنه سألني فعل كون يجب أن تكون إجابة أيضا فعل كون يسألني فعل كون أجيب به هذا خطأ دائما بالإنجليزية الفعل الذي يسأل به أجيب به إذن هذه مستبعدة عندنا احتمالين يا أقول i am 20 years old على حسب العمر 20 30 40 هكذا i am 20 how old are you i am 20 years old i am 20 وهذه خطأ your brothers married إخواتك متزوجين لكن يجب أن أبدأ فعل كون يعني هل يكون are your brothers married هل إخواتك متزوجون وكل شخص يقول لماذا لا نستخدم is لأنه عندنا your brother جمع لو كان your brother أخوك واحد عند إذن نستخدم is لكن مع الجمع نستخدم are are your brothers married هل إخواتك متزوجين no they سأني بare أجيب بare no they are not أو اختصرها arent كلا ليسوا متزوجين إذرت أن أقول yes yes they are yes they are نعم متزوجين are your brothers married no they are not yes they are I like you أحبك you are my friend أنت صديقي أو you are my best friend أنت صديقي المفضل I am not إيطاليا أنا لست إيطاليا I am Spanish أنا إسباني أريد أن أقول أنا لست من إيطاليا I am not from إيطاليا أنا لست من إيطاليا إذا لاحظ هذه اسم دولة country لكن بعد am باشرة استخدمنا اسم ناشنالتي جنسية إيطاليا 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 I'm Spanish أنا إسباني أو أقول أنا من إسبانيا I am from Spain أنا من إسبانيا أو لحسب الدولة Is your brother a doctor هل أخوك طبيب yes he is استبدلنا your brother به وضعنا فعل كون is yes he is no he is not يعني نعم يكون يعني يكون طبيب no he is not هو لا يكون is your brother a teacher yes he is no he is not is your brother a driver yes he is no he is not is your brother a journalist yes he is no he is not إذا نفس السؤال ممكن أضع your brother your sister your dad your uncle your aunt وهكذا أيضا أضع المهنة التي أريد الإجابة راح تكون عدنها لحسب إذا كان يعني مذكر نضع هي إذا كان مؤنث نضع شي اللاحظ هذا الجمل خطأ يجب أن أضع فعل كون I at home لا أصلا أن أقول أنا في المنزل يجب أن أضع فعل كون لماذا؟ أي جمل إنجليزي يجب أن تحوي على فعل إذن أقول I am يعني أنا أكون في البيت I am at home we in class نحن نكون في الصف إذن مع we نضع are we are in class he in a cafe إذن مقهى أيضا he is he is in a cafe هو في مقهى I am at home we are in class he is in a cafe إذن سندي تودي إنه يوم الأحد اليوم لكن نستخدم إذن نقول إذن سندي أو نختصرها إذن سندي تودي ماي نيم إذ أحمد يعني اسمي أحمد ماي نيم إذ أحمد أو نختصرها my names my names أحمد أو أقول my name is أحمد my mother and father happy إذن يجب أن نضع فعلك are my mother and father are happy أبي وأمي يكونوا سعداء أو سعداء I am married أنا متزوج يعني أنا أكون متزوج وردي أقول أنا لا يستم متزوج I am not married my family is happy my family are happy اللحظة الفرق is لدينا are نفس الجملة فقط الفرق is و are إذا وضعنا is أقصد بها my family is happy عائلة سعيدة ككل يعني استخدمت عائلة كمجموعة إذن عند إذن استخدم is وأتكلم عن العائلة ككل مجموعة سوية my family are happy عائلتي سعيدة أو تكون سعيدة أقصد بها كل فرد من عائلتي يكون سعيد إذن هنا عائلتي ككل سعيدة لكن هنا كل فرد في عائلتي سعيد إذن مجموعة وضعنا are هنا كمجموعة واحدة وضعنا is يعني هنا مجموعة أفراد are بتجمع هنا مجموعة واحدة إذن يعتبر مفرد وضعنا is بهذا الشكل نهاية درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن بعض أجمل المحادثة باللغة الإنجليزية واتدربنا على استخدام فعل لكون verse to be am is are في اللغة الإنجليزية كما قلنا I مع am he she it is we they are دائما مع singular مفرد نستخدم is مع plural نستخدم are بهذا الشكل نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته